حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بشراء ولا لصغير ولا لغائب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو حيان التيمي حدثنا الضحاق خار بن المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيت فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه قالوا بقرة لحقت بالبقر قال فأمر بها فطردت حتى ثوارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب وحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقافي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيع حتى إذا كنا بالعذيب التقط صوتا فقالا لي ألقه فأبيت فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقط مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبي لمالك حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي وحدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب قالا حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي حدثني سالم أبو النظر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف فعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن خالد بن عثم حدثني موسى بن يعقوب الزمعي حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمر أخبرتها عن ضباعة بنت زبير عن المقداد بن عمر أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل شريبة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينار ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج سبعة عشر دينار ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينار فتمت ثمانية عشر دينار فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يكن آخرها حتى مات حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمث حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن أكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمث حدثنا أحمد بن ثابك الجهدري حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا سليمان بن حيان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارة فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكحاء الغلام الجارية ولينفطا على أنفسهما منه وليتصدقا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه بن نحام رجل من بني عديد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن ضبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث قال أبو عبد الله ليس له أصل حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن أكرم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو بكر يعني نفسري عن الحسين بن عبد الله عن أكرم عن ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها حدثنا محمد بن يحيا وإسحاق بن منصور قالا حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريت أخبرني أبو الزبير أنه سمع جادر ابن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد التعفف حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس حميد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعدق حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سادم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصنط قال قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور قالا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حمد بن سلم عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قالا حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن جينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حمد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال اعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النظر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من مالك إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه حدثنا يخي بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدد فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة وحدثنا محمد بن يحيا حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا ليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد حدثنا محمد بن يحيا حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق ابن إبراهيم عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود أن عبد الله قال له يا عمير إني أعتقتك عتقا هنيئا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاما ولم يسمي ماله فالمال له فأخبرني ما مالك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق ابن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجد فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلاني أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعد وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتهما فابدأي بالرجل قبل المرأة حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفتان أشرف عليهم فسنعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلما يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلم ولا ارتدت منذ أسلم حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد الباهري قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيين عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاختلوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهيرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل حدثنا عمر بن رافع حدثنا عبدالله بن المبارك أنبأنا عيسى بن يزيد أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطر أربعين صباحا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عب ياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القراضية يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي حدثنا محمد بن الصباح أنبأ سفيان بن عيين عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القراضية يقول فها أنا ذا بين أظهركم حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن مير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعردت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سترى مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجغتم له مدفعا حدثنا يعفوب بن حميد بن كاسب أنبأنا محمد بن عثمان الجمحي حدثنا الحكم بن أبان عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سترى عورة أخيه المسلم سترى الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا ليس بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخلومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حجود الله ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال محمد بن رمح سمعت ليس بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إصحاء عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نكلمه وقلنا نحن نذيها بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما اكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله والذي نفت محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمك وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمئة شات وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة الشات والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أونيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن خطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجل حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث أنبأنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أتي النعمان بن بشير برجل غشى جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أذنت له رجمته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهل لا تركتموه حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمر حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحسين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا في من رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازل قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجدود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني قال لا ولولا أنك نشدتني لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا الرجم فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وكنا إذا أخذنا الضعي فأقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا وأمر به فرجم حدثنا العباس بن الوليد الدمشق حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد حدثنا الليث بن صعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينه لا رجمت فلانا فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها حدثنا أبو بكر بن صلاد الباهلي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينه لرجمتها فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن أبي عمر عن أكرمه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال أرجموا الأعلى والأسفل أرجموهما جميعا حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشد قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن وقال اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابع فبعها ولو بحبل من شعر حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدث أن عروة حدث أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثت أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحب حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحا عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المنبر فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لرجل يا مخنف فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل لرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي حسين عن عمير بن سعيد وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مطرف سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخبر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحكم حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي جميعا عن قتاذة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجليد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الدانات سمعت حضين بن المنذر الرقاشي وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز الدانات قال حدثني حضين بن المنذر قال لما جئ بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك ابن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر الأربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابع فإن عاد فاضربوا عنقه حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها ورفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجندوه ضرب مئة صوت قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه مئة صوت مات قال فخذوا له عثكالا فيه مئة شمراء فاضربوه ضربة واحدة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاء عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال وحدثنا المغيرة الله بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة قال وحدثنا أنس بن عياد عن أبي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا حدثنا محمود بن غيلان وأبو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا حدثنا أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن أناسا من عرين قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشرفتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاخوا ذوده فبعث رسول الله في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد حدثنا الخليل بن عمر حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتي عند مالك فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا عبد العزيز بن البطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السابق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا أهيب حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجباري يحيى بن خلف قالوا حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مجحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العمر فقال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عمقه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده قال سعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسد النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تنيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديجة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر حدثنا هشام بن عمار حدثنا سعد بن سعيد المقبوري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمذ فثمنه ومثله معه وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه قال أشيات الحريسة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكاذ وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن حدثنا هشام بن عمار حدثنا سعيد بن نحيا حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمي تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلس فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى ثم قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى فأمر به فقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه قال أستغفر الله وأتوب إليه قال اللهم توب عليه مرتين حدثنا علي بن ميمون الرقي وأيوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد قالوا حدثنا معمر بن سليمان أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن واقل عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مقرى حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو حفصن الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد حدثنا محمد بن رمح أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمر بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزروا فوق عشرة أصوات حدثنا محمد بن المسنة حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أبي الأشعف عن عبادة بن الصامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم حتى وعجلت له عقوبته فهو كثارته وإلا فأمره إلى الله حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن عليا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه حدثنا أحمد بن عبدة ومحمد بن عبيد المديني أبو عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصرية قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبخ قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ماذا فقد قضى حاجته وذهب أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران قال أبو عبد الله يعني ابن ماجة سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد التنافسي وفاتني حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا هشيم وحدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا حفظ بن غياث جميعا عن أشعة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثة الحارف بن عمر وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين الجعفي حدثنا يوسف بن منازل التميمي حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا ابن أبي الطيف حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر أكل واحد منهما يقول سمعت أذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا محمد بن يحيا حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا هارون بن حيان أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة قالا حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيضم عن الأشعة بن قيسن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضله فقلت يا رسول الله ألستم منا فقال نحن بن النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا قال فكانت أشعة بن قيسن يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلته الحد حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني أنبأنا عبد الرزاق أخبرني يحيا بن العلا أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر بن مرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من لفي بكفي فأذني في الغناء في غير فاحشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلالك ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثله ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة فقام عمر وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله فلما وله قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاء من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشان بن عروة عن أبي عن زينبا بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسنع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائفة غدا دللتك على مرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مر عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مروان بن جناح عن أبي الجهن الجوزجاني عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوار الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق حدثنا عمر بن رافع حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعب قال سئل بن عباس عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحة وأنا له الهدى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول ربي سل هذا لم قتلني والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام بن يحيا عن قتاد عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخضري قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانقضى سيفه فقتله فأكمل به المئة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة قال فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قد قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسماعيل البغددي حدثنا عفان حدثنا همام فذكر نحوه حدثنا عثمان وأبو بكر ابناء أبي شيبة قالا حدثنا أبو خالد الأحمر وحدثنا أبو بكر وعثمان ابناء أبي شيبة قالا حدثنا جرير وعبد الرحيم بن سليمان جميعا عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضي أظنه عن ابن أبي العوجاء واسمه تفيان عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بم أو خبل ومن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة حدثني أبي وعمي وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خنف يرد عن دم محلم بن حثامة وقام عيينة بن حصن يطلب بدن عامر بن الأطبط وكان أشجعيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الديا فأبوا فقام رجل من بني ليث يقال مكيت فقال يا رسول الله والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم خمسون في سفرنا وخمسون إذا رجعنا فقبلوا الديا حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الديا وذلك ثلاثون حقة وثلاثون جدع وأربعون خلفة وذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصى مئة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سليمان بن حر حدثنا حمد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيع عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان سمعه من القاسم بن ربيع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل الصوت والعصى فيه مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كان حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانه حدثنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأا فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابن تلبون وثلاثون حقه وعشرة بني لبون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع ثمنها وإذ هانت نقص من ثمنها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق تمانية آلاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مئتي بقرة ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء الفي شاء حدثنا عبد السلام بن عاصم حدثنا الصباح بن محارب حدثنا حجاج بن أرطاق حدثنا زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض جكور حدثنا العباس بن جعفر حدثنا محمد بن سنان حدثنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت دية اثني عشر ألفا قال وذلك قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال بأخذهم دية حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أبي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة حدثنا يحيى بن دلست حدثنا حمال بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد عن أبي عامر الهوزني عن المخدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عد حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهتم بن قران حدثني نمران بن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير محصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال يا رسول الله إني أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقضي له بالقصاص حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصري عن أبي صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القودة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فردوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القوذ فعرضت عليهم كذا وكذا أرضيتم قالوا لا فهم بهم المهاجرون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم قالوا نعم قال المهاجر سمعت محمد بن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاف فيه غرة عبد أو أمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة يعني سطها وقال المهيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال عمر ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أبو عاصم أخبرني ابن جريت حدثني عمر بن دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابرة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهم الأخرى بمصطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا تلث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيام الضبابي من دية زوجها حدثنا عبد ربه بن خالد النميري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذري الدحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتب بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصار حدثنا محمد بن رمحن المصري أن بأنا ليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مئة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة فقال أين أخ المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل الميراث حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كان ولا يرث منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها حدثنا محمد بن راشد يحيى حدثنا المعلى بن أسد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد عن شعبي عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدية على عاقلة القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها حدثنا محمد بن المسنى أبو موسى حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا العفو فأبوا فعرضوا عليهم الأرشة فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالكصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء الثنية والدرس سواء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البارسي حدثنا علي بن الحسن بن شقير حدثنا أبو حمزة المروزي حدثنا يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السن خمسا من الإبل حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أكرمة علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواه يعني الخنصر والبنصر والإبهام حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن مطر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل حدثنا رجاء بن المرجس سمرقندي حدثنا النضر بن شميل حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن عبد الله عن عميه يعلى وسلمة ابني أمية قالا قرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق قال فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاب الفحل ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها قال فأبطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض رجلا على ذراعة فنزع يده فوقعت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال يقضم أحدكم كما يقضم الفحل حدثنا علقمة بن عمر الدارني حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب ألعندكم شيء من العلم ليس عند الناس قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن عمر بن دينار عن قاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن الطباع حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ونفاه سنة ومحى سحمه من المسلمين حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا النطر بن شميل قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها وقال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين حدثنا إبراهيم بن المستمر العرقي حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف حدثنا إبراهيم بن المستمر حدثنا الحر بن مالك العنبري حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمر بن الأحوص عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه يقول ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد حدثنا عمر بن رافع حدثنا بشيم عن يونس عن حسين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال لا تجني علي ولا يجني علي حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل حدثنا عمر بن عاصم حدثنا أبو العوام القطان عن محمد بن جحاد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الزهرية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والمعد جبار والبئر جبار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا صارد بن مخلد حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار والمعدن جبار حدثنا عبد ربه بن خالد النميري حدثنا فضيل بن سليمان حدثني موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار والبئر جبار حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا بشر بن عمر سمعت مارك بن أنس حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف عن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة غرجاء إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وألقي في فقير أو عين بخيبر فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموا قالوا والله ما قتلنا ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون لمصاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركرتني منها ناقة حمراء حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني سهل خرجوا يمتارون بخيبر فعذي على عبد الله فقتل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون وتستحقون فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد قال فتبرئكم يهود قالوا يا رسول الله إذن تقتلنا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سلمة بن روح بن زنباع عن جده أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد خصى غلاما له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي حدثنا النضر بن شميل حدثنا أبو حمزة الصيرثي حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارفا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر قال على من نصرتي يا رسول الله قال يقول أرأيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعف الناس قتلة أهل الإيمان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة فتا عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان حدثنا محمد بن عبد الأهل الصمعاني حدثنا المعتهر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بدمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أنس بن عياض أبو حمزة عن عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمر عن مجهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان أنبأنا ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة وريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانثة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القتباني قال لولا كلمة سمعتها من عمر بن الحمق الخزاعي لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أبو ليلى عن أبي عكاشة عن رفاعة قال دخلت على المختار في خصره فقال قام جبرايل من عند الساعة فما منعني من ضرب عنقه إلا حديث سمعته من سليمان بن سرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتل فذاك الذي منعني منه حدثنا أبو بكر بن أبي شيفة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المختول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعة فسمي ذا النسعة حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس والحسين بن أبي السراء العسقلاني قالوا حدثنا ضمرة بن ربيع عن ابن شوذب عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعفو فأبى فقال خذ أرشك فأبى قال اذهب فاقتله فإنك مثله قال فلحق به فخيل له إن رسول الله قد قال اقتله فإنك مثله فخلى سبيله قال فرؤيا يجر نسعته ذاهبا إلى أهله قال كأنه قد كان أوثقا قال أبو عمير في حديثه قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اقتله فإنك مثله قال ابن ماجه هذا حديث الرمليين ليس إلا عندهم حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا حبان بن هلال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن عقاء بن أبي ميمونة قال لا أعلمه إلا عن أنس بن مائك قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه به خطيئة سمعتك أذناي ووعاه قلبي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن حدثنا معاد بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامد وشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها وإن زلت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية قال أبو بكر وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسرو عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قلت فكيف أمر المسلمين بالوصية قال أوصى بكتاب الله قال مالك وقال طلحة بن مصرف قال الهزيل بن شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزام حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا المعتمر بن ثليمان سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاء وهو يغرر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم نوسى عن علي بن أبي طالب قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم رئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده حدثنا نصر بن علي الجخضمي حدثنا درست بن زياد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن عوف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وثنة ومات على تقا وشهادة ومات مغفورا له حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح بن عوف عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرزاق بن همام أنبأنا معمر عن أشعف بن عبد الله عن شهر بن حوشف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختب له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختب له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة وقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية عن أبي حلبس عن خليد بن أبي خليد عن معاوية بن قرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني ما حق الناس مني بحفن الصحبة فقال نعم وأبيك لتنبأن أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه قال نعم والله لتنبأن أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وانكرت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حريز بن عثمان حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل إني تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذا فإذا بلغت نفسك هذا وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة حدثنا هشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزي وسهل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا إذنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن طلحة بن عمر عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد الخطان حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير أو كثير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لغامها ليسيل بين كتفين قال إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصيء الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل أو قال عدل ولا صرف حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم للخولاني سمعت أبا أمامة الباهلية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوفي بها أو دين وإن أعيان بن الأم ليتوارثون دون بن العلات حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه قال نعم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر فقال نعم حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجل شيئا وليس لي مان ولي يتيم له مان قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا قال وأحسبه قال ولا تقي مالك بماله حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي حدثنا حفظ بن أمر بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمته حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتاني ابنتا سعد قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى سعد بن الربيع وقال أعطي ابنتي سعد ثلثي مالك واعطي امرأته الثمن وخذ أنت ما بقي حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهدي فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وما بقي فللأخت وأتي ابن مسعود فسيتابعنا فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا فقال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السلث تكملة التلثين وما بقي فلأخت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب حدثنا يونث بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثة أو ثلثة حدثنا أبو حاتم حدثنا ابن الطباع حدثنا هشيم عن يونث عن الحسن عن معقل بن يسار قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسلث حدثنا أحمد بن عمر بن السرح المصري أنبأنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونث عن ابن شهاب حدثه عن قبيصة بن ذؤيد وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدث فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدث فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا سلم بن قتيبة عن شريك عن ليث عن طاوث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدثا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعب عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة أو خطبهم يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه وقال إني والله ما أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عمر بن مرة عن مرة بن شراحيل قال قال عمر بن الخطاب ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر معه وهما ناشيان وقد أغمي عليه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف أصنع كيف أقضي في مالي حتى نزلت آية الميراث في آخر نساء وإن كان رجل يورة كلالة الآية ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونث عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أنه حدثه أن عمر بن عثمان أصبر عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ابن لهيعة عن خالد بن زيد أن المسن بن الصباح أخبره عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل من تمعمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعا وولاءا مواليها فخرج بهم عمر بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمر وكان عصبتهم فلما رجع عمر بن العاص جاء بن معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر فقال عمر أخضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابها فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك ألفين دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ورفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيال عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن زبير عن عائشة أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قرية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت بن شداد لأمه قالت مات مولاي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث حدثنا علي بن محمد ومحمد بن يحيا قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيا عن عمر بن سعيد عن عمر بن شعيب حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهل فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة حدثني بديل بن ميسرة العقيلي عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدان أبي كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا وربما قال فإلى الله وإلى رسوله وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو بحر البكروي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرف الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقى فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه حدثنا بشام بن عمار حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاث مواريف عتيقها ولقيقها وولدها الذي لاعنت عليه قال محمد بن يزيد ما روى هذا الحديث غير هشام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده واندق حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصباح عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يبث ولا يورث حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبك ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة قال محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته حدثنا محمد بن رمح أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام حدثنا هشام بن عمار حدثنا الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صلي عليه وورث حدثنا العباث بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرك الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميماً الدارية يقول قلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل قال هو أولى الناس بمحياه ومماته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ثم قال والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده لو ددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا هشام بن عمار حدثنا زكري بن منظور حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المسنة قالا حدثنا عبد الوهاب التقفي حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الآد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان خال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعمران بن الحفين كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزى بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجل ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء حدثنا هشام بن عمر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يحيى بن الحارس الزماري عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة حدثنا هشام بن عمر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يحيى بن الحارس الزماري عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم وادية إلا كانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا وَلَا سَلَكْتُمْ وَلَا سَلَكْتُمْ طَرِيقاً إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرِ قال أبو عبد الله بن ماجة أو كما قال كتبته لفظاً حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن زبيد قال خطب عثمان بن عفان الناس فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه أو ليدعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في شديل الله سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ليس عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من مات مرابطاً في سبيل الله أجرى عليه أجرى عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن يعلى السلمي حدثنا عمر بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمر عن مكحول عن أبيه بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مئة سنة صيامها وقيامها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل قال سمعت أنسى بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة السنة ثلاثمائة وستون يوما واليوم كألف سنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حمد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرد في عنقه السيف وهو يقول يا أيها الناس لن تراعوا يردهم ثم قال للفرس وجدناه بحر أو إنه لبحر قال حمد وحدثني ثابت أو غيره قال كان فرسا لأبي طلحة يبطأ فما سبق بعد ذلك اليوم حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أبي أرطاك حدثنا الوليد حدثنا شيبان عن الأهمش عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فما قال إذا استنفرتم فانفروا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد المسلم حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان هو محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة قالت فدعوا الله أن يجعلني منهم قال فدعا لها ثم نامت ثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها فأجابها مثل جوابه الأول قالت فدعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فصرعتها فماتت حدثنا هشام بن عمار حدثنا بقية عن معاوية بن يحيى عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر والذي يسدر في البحر كالمتشحق في دمه في سبيل الله سبحانه حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري حدثنا قيس بن محمد الكندي حدثنا عفير بن معدان الشامي عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحق في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو داود وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا علي بن المنذر حدثنا إسحاق بن منصور كلهم عن قيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم والقصطنطينية حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا داود بن المحبر أنبأنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها خزبين من غابط فيها أربعين يوما أو أربعين ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها سبعون ألف نصراع من ذهب على كل نصراع زوجة من الحور العين حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاء عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن جاهمة السلمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قلت نعم قال ارجع فبرها ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قلت نعم يا رسول الله قال فرجع إليها فبرها ثم أتيته من أمامك فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك أحية أمك قلت نعم يا رسول الله قال ويحك إلزم رجلها فتم الجنة حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا جريج أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال أبو عبد الله بن ماجه هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا المحاربي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم بن إسحاق عن داوود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا لأهل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصري حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبوا غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن شديب بن غرقدة عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصل الخير إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن رمح أن بأنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وذر فأما الذي هي له أجر والرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له أجر ولو رعاها في مرج ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر ولو سقاها من نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأروافها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياءا للناس فذلك الذي هي عليه وزر حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرثم طلق اليد اليمنى فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشيئة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النفعي عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي حدثنا أحمد بن يزيد بن روح الدالمي عن محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة حدثنا بشر بن آدم حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج حدثنا سليمان بن موسى حدثنا مالك بن يخامر حدثنا معاذ بن جبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة يا نفسي أنا أراك تكرهين الجنة أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن شهر بن حوشب عن عمر بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل قال من أهري قدمه وعقر جواده حدثنا بشر بن آدم وأحمد بن ثابت الجحدري قالا حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مست حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يعلى بن عبيد حدثني إسماعيل بن أبي خالد سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم حدثنا حرمنة بن لحيا وأحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بل لره الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاك كأنهما ذئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض وفي يد كل واحدة منهما حل خير من الدنيا وما فيها حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني بحير بن سعيد عن خارد بن معدان عن المقدان بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا موسى بن إبراهيم الحزامي الأنصري سمعت طلحة بن خيراش سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمر بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك قلت بلى قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائه فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا سألنا عن ذلك فقال أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شافة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك الطلاعة فيقول سلوني ما شئتم قالوا ربنا وماذا نسأله ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك فلما رأى أنهم لا يسألون إلى ذلك تركوا حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وبشر بن آدم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا محمد بن عجلان عن القعقاء بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من الخرصة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده أنه مرض فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال قائل من أهله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذن لقليل القتل في سبيل الله شهادة والمطعون شهادة والمرأة تموت بجمع شهادة يعني الحامل والغرق والحرق والمجنوب يعني ذات الجنب شهادة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تقولون في الشهيد فيكم قالوا القتل في سبيل الله قال إن شهداء أمتي إذن لقليل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد والمبطون شهيد والمطعون شهيد قال سهيل وأخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد حدثنا هشام بن عمار وسويد بن سعيد قالا حدثنا مالك بن أنس حدثني الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر حدثنا هشام بن ثوار حدثنا سفيان بن عيين عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ درعين كأنه ظاهر بينهما حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب قال دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب وقال لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم من الذهب والفضة ولكن الآن هو الحجيد والعلابي قال أبو الحسن الخطان العلابي العصر حدثنا أبو كريب حدثنا ابن الصلط عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدل حدثنا محمد بن إسماعيل بن سورة أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي بن أبي طالب قال كان المغيرة بن شعبة إذا غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحة فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له فقال له علي لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة حدثنا محمد بن إسماعيل بن سورة أنبأنا عبيد الله بن موسى عن أشعة بن سعيد عن عبد الله بن بشر عن أبي راشد عن علي قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية رأى رجلا بيده قوس فارسية فقال ما هذه ألقها وعليكم بهذه وأشباثها ورماح القنة فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمر بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ فيعدل رقبه حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن أبي علي للهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمى ثلاث مرات حدثنا حرمنة بن يحيى المصري أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن المغيرة بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش عن زياج بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلاد قائم بين يديه متقلد سيفا وإذا راية سوداء فقلت من هذا قالوا هذا عمر بن العاص قدم من غزاء حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن نبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواءه أبيض حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي الناقد حدثنا يحيى بن إسحاق عن يزيد بن حيان سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواءه أبيض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفظ بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مساور حدثني جعفر بن عمر بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا سنيد بن داود عن صالد بن حيان الرقي أنبأنا علي بن عروة البارقي حدثنا يونث بن يزيد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال رأيت رجلا يسأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجه في غزوته فقال له أبي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتهوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاد بن أنس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لليعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه حدثنا عباد بن الوليد حدثنا حبان بن هلال حدثنا ابن محيص عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشخص السرايا يقول للشاخص أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك محمد الصنعاني حدثنا أبو سلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأكثم ابن الجون الخزاعي يا أكثم أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك يا أكثم خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب إثنى عشر ألفا من قلة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت من جاز معه نهر وما جاز معه إلا مؤمن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة قال سمعت أبا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والسرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماء بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة حدثني أبو فروة يزيد بن سنان حدثني عروة بن رويمن اللخني عن أبي ثعلبة الخشني قال ولقيه وكلمه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت يا رسول الله قدور المشركين نطبخ فيها قال لا تطبخوا فيها قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا قال فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن دينار عن عروة بن زبير عن عائشة قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك قال علي في حديثه عبد الله بن يزيد أو زيد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة حدثنا يخي بن حكيم وحفظ بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا محمد بن اسماعيل أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم الرماني قال أبو عبد الله هو يحيى بن الأسود عن أبي مجلز عن قيس بن عبا قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرحف الستة يوم بد هذان خصنان اختصموا في ربهم إلى قوله إن الله يفعل ما يريد في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن حارث وعطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عطبة اختصموا في الحجج يوم بد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبي قال بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبة حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن يحمى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتاد عن أبي قتاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبيهن عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان قال هم منهم حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع عن أكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا حتى إذا كان عند الصبح شنناها عليهم غارة فأتينا أهل ماء فبيتناهم فقتلناهم تسعة أو سبعة أبيات حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصديان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتنن ذرية ولا عسيفة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو بكر بن أبي شيبة يخطئ الثوري فيه حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن زهري عن عروة بن زبير عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فرية يقال لها أبنى فقال ائتي أبنى صباحا ثم حرق حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النظير هو قطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة الآن حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النظير وقطع وفيه يقول شاعرهم فهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن أكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر أوازنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لله أبوك هبها لي فوهبتها له فبعث بها ففاد بها أسارا من أسار المسلمين كانوا بمكة حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهبت فرس له فأخذها العدو فغهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأبق عبد له فلحق بالروم فغهر عليهم المسلمون فرده عليه خارد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن أبي عمر عن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل من أشجع بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم فلما رأى ذلك قال إن صاحبكم غل في سبيل الله قال زيد فالتمثوا في متاعه فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن سالم بن أبي الجعب عن عبد الله بن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه فساء أو عباءة قد غلها حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قرد يعني وبر فجعل بين إصبعي ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكهول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلثة بعد الخمش حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان بن موسى عن مكهول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين أنبأنا رجاء بن أبي سلم حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم قال رجاء فسمعت ثليمان بن موسى يقول له حدثني مكهول عن حبيب بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع وحين قفل الثلث فقال عمر أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكهول حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ قال سمعت عميرا مولى آب اللحم قال وكيع كان لا يأكل اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة وأعطيت من خرثي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عقية الأنصرية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرح وأقوم على المرضى حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو أسامة حدثني عقية بن الحارث أبو رؤوف الهمدني حدثني أبو العريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا أنت لخيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين وإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإن حاصرت حسنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أخون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت حسنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا قال على القمة فحدثت به مقاتل بن حبان فقال حدثني مسلم بن هيضم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصى الإمام فقد عصاني حدثنا محمد بن بشار وأبو بشر بكر بن خلق قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربدة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يأمهم فقيل هذا أبو ذر فذهب يتأخر فقال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن خيس السهمي فكنت في من غزى معه فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا فقال عبد الله وكانت فيه دعابة أليس لي عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه قالوا نعم قال فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوا حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وحدثنا محمد بن الصباح وسويد بن سعيد قالا حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم الطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم وحدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش قالا حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جديه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيلي أموركم بعد رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل لا طاعة لمن عصى الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عجلان عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لوم تلاتم حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى من بايعك فقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا يناوله إياه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عتاب مولى هرمز قال سمعت أنس بن مالك يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاع فقال فيما استطعتم حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جاب قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على البجرة ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلا يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاله وإن لم يعطه منها لم يفيله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما ذهب نبي خلفه نبي وأنه ليس كائن بعد نبي فيكم قالوا فما يكون يا رسول الله قال تكون خلفاء فيكثروا قالوا فكيف نصنع قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أدوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عديا عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم الخيامة فيقال هذه غدرة فلان حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد أنبأنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخضرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بخدر غدرته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايع فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن إني لا أصافح نساء حدثنا أحمد بن عمر بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله ولا مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهم إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيا قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أيوه بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان وعندما يناله فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب فقالا قسمت بإخواننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعى بن الزهري وسويد بن سعيد قالوا حدثنا مارك بن أمس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا منصور بن وردان حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج في كل عام فسكت ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبه فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال قالوا يا رسول الله الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوم بها ولو لم تقوم بها عذبتم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد بن إبراهيم أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن استطاع فتطوع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن نسعر هو سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رف وقفيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا واد أزرق قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا أو لفت قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة ثوف وخطاب ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بن عامر حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم حدثنا محمد بن طريف حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمر فأذن له وقال له يا أخي أشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال وكانت تحته ابنة أبي الدرداء فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبي الدرداء فقالت له تريد الحج العام قال نعم قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبي الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمار قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج قال الشعث التفن وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن حدثنا سويد بن سعيد حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريت قال وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن أكرمه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قولك من استطاع إليه سبيلا حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي لئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها دو حرمة حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن جريد حدثني عمر بن دينار أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اكتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال فارجع معها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمره عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتاذة عن غرزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة قال قريب لي قال الحج اشتقى قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبيك قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيك عن أبي الغوث بن حسين رجل من الفرع أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النذر يقضى عنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين العقيني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعم قال حج عن أبيك واعتمر حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المسزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خفع مجاءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال أخبرني حسين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معقرضا فصمت ساعة ثم قال حج عن أبيك حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن أخيه الفطل أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فأتتهم رأة من خفعم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه قال نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن سوق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدك بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت يفست أسماء بنت عميس بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسماء بنت عميس فولدت في الشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستذفر بثوب وتهل حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن فقال عبد الله أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إبراهيب بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة ومهل أهل اليمن من يلملم ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل المشرق من ذات عفق ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرع وردي حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد للحليفة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال إني عند تفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة فلما استوت به قائمة قال لبيك بعمرة وحجة معه وذلك في حجة الوداع حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن ممير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل حدثنا زيد بن أخزم حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيةه لبيك إله الحق لبيك حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عمارة بن غزية الأنصري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه عن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلاد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيك عن المطلب بن عبد الله بن حمطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال قال العج والثنق حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب ومحمد بن فليج قالوا حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جاهر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيين وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعر جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلمه قبل أن يفيض قال سفيان بيدي هاتين حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كأني أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنا رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجدن علي فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الشعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعتاء عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجدن علي فليلبس خفين وقال هشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجدن علي فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباس بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أثماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج نزلنا أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه وأنا إلى جنب أبي بكر وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر قال فطلع الغلام وليس معه بعيره فقال له أين بعيره قال أضللته البارحة قال معك بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن زيل بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستكر بثوب فسنلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطقطأه حتى بدى لرأسه ثم قال الإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا فإذا جاوزنا رفعناها حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن أدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك يا عمتاه من الحج فقالت أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس قال فأحرمي واشترطي أن محيلك حيث حبستي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شافية فقال أما تريدين الحج العام قلت إني لعليلة يا رسول الله قال حجي وقولي محلي حيث تحجسني حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريت أخبرني أبو الزبير أنه سمع قاوسا واكرمة يحدثان عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن صبيح حدثنا مبارك بن حسان أبو عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا وإذا خرج خرج من الثنية السفلة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهار حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلة ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم قال معمر قال قال زهري والخيف الوادي أحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيل عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم الرازي عن ابن فثيم عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات حدثنا أحمد بن عمر بن السبح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بوكير حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما قم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظره حدثنا أحمد بن عمر بن السرح أنبأنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا هدية بن عبد الوهاب حدثنا الفضل بن موسى قالا حدثنا معروف بن خربوذ المكي قال سمعت أبا طفيل عامر بن واثلة قال وعيث النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أحمد بن بشير وحدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن عبي قالا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربع من الحجر إلى الحجر وكان ابن عمر يفعله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين العكري عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن نبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول في من رملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله وإيم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي خيثم عن أبي طفيل عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ثم مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف وخبيصة قالا حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا قال قبيصة وعليه برد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيفان عن أشعف بن أبي الشعفاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال هو من البيت قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه قال عجزت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعة لا يصعد إليه إلا بسلم قال ذلك فعل قومه ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه من تقص منه وجعلت بابه بالأرض حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا قميد بن أبي سوية قال سمعت بن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليمني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشرة درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجلي كخائض الماء برجلي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن أبيه عن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركم فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد قال ابن ماجه هذا بمكة خاصة حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمر بن دينا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعة ثم صلى ركعتين قال وكيع يعني عند المقام ثم خرج إلى الصفا حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معل بن منصور وحدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة أنها مرضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مصطور قال دماجة هذا حديث أبي بكر حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله بن عمر فلما قرأنا من السبع ركعنا في دور الكعبة فقلت ألا نتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف حت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه للبقر حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة بن زبير عن عروة بن زبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا هشام بن عمار حدثنا القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول سمعت الصبي بن معبد يقول كنت رجلا نصرانية فأسلمت فأهلت بالحج والعمر فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا للقادسية فقالا لهذا أضل من بعيره فكأنما حملا علي جبلا بكلمتهما فقدمت على عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلا مهما ثم أقبل علي فقال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هشام في حديثه قال شقيق فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وأبو معاوية وخالي يعلى قالوا حدثنا الأعمش عن شقيق عن صبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فلم آل أن أجتهد فأهللت بالحج والعمرة فذكر نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي حدثنا أبي عن غيلان بن جامع عن ليث عن عفاء وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قدم قالنا فطاف بالبيت سبعة وسعى بين الصفى والمروة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محرز بن سلم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا حدثنا أبو بكر بن أبي شيفة حدثنا محمد بن مصعب وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني دحيمة حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أكرمة قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة واللفظ لدحيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيفة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن جعشم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال لي عمران بن حسين إني أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذو الحج ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسفه قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتيات فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ولكني كربت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من الحجة فلما يطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء فقلنا ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لأحللت فقال سراقة بن مالك أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد فقال لا بل لأبد الأبد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا قدمنا ودنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هج أن يحل فحل الناس كلهم إلا من كان معه هج فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو بكر بن عائل ياش عن أبي إصحاف عن البراء بن عازب قال قرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجتكم عمرة فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة قال انظروا ما آمركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضر فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريت أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية عن أسماء بنت أبي بكر فقالت فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل قالت ولم يكن معي هدي فأحلل وكان مع الزبير هدي فلم يحل فلبست ثيابي وجئت إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بيلار بن الحارث عن أبي قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمر لنا خاصة أم للناس عاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا أن لا أطوف بين الصفا والمروة قالت إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بإما ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بإما إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناء فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك لك فأنزلها الله فلا عمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا هشام بستوائي عن بديل بن ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أمي ولد شيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول لا يقطع الأبطح إلا شد حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر قال إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحسن بن يحيى الخشني حدثنا عمر بن قيس أخبرني طلحة بن يحيى عن عميه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن شعبي عن وهب بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجه حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع جميعا عن داود بن يزيد الزعافري عن الشعبي عن هرم بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجه حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعديل حجة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعديل حجة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن حبيب عن عروة عن عائشة قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة حدثنا أبو كريم حدثنا يحيى بن أهدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب وما اعتمر إلا وهو معه تعني ابن عمر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع قالا حدثنا سفيال بن عيين عن عمر بن دينار أخبرني عمر بن أوس حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمر فليهلل فلولا أني أهديت لأهللت بعمر قالت فكان من القوم من أهل بعمر ومنهم من أهل بحج فكنت أنا ممن أهل بعمر قالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأحللت بعمر فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم شكرا 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 شكرا